مرة تاني منرجع منكمل في موضوع الاتصال السياسي منقول انه الاتصال السياسي كمان يعني اذا بنا نعرفه هو نشاط نشاط اتصالي زي اي كل الاشكال الاتصالات ولكن احنا هنا دائما نحكي في الجانب الرسمي اللي عادة اجهزة الدولة بتشتغل فيه او بتخوم فيه هلأ احد المفكرين اللي هو ريبرت ميدو بيقول او بيعرف الاتصال السياسي بانه هو الطريقة اللي بتقوم فيها بتقوم الظروف السياسية بتشكيل نوعية الاتصال يعني بمعنى حسب الوضع السياسي يتم تشكيل الاتصال اعطيكم مثال على ذلك انه لما بيكون فيه مثلا حالة من الحروب او حالة من التوتر بين الدول مثلا سياسيا هذا الاشي ممكن يؤدي الى اتصال مختلف فممكن الاتصال يكون بالوعيد بالتهديد مثلا مرة اذا كان فيه مشكلة ممكن يوصل للحروب اذا كان الاتصال ايجابي والظرف السياسي جيد ممكن يكون نوع من المشاورات مثلا بمعنى نوع من التنصيق الدبلوماسي والعمل المشترك هذا اذا الظرف السياسي هو اللي بيحدد نوعية الاتصال اذا كانت الامور جدا متعلقة او تحتاج نوع من السرية بجوز يحتاج الى نوع من الاتلقاء المباشر زي ما انتم شايفين مثلا في الصورة امامكم طبعا النظم السياسية الفعالة هي اللي بتنتج هذه الاشكال من اشكال الاتصال بليك وهارولدسون ايضا بعرفوا الاتصال السياسي بانه الاتصال اللي له تأثيرات واقعية لاحظوا او يعني بمعنى دائما ما بنحكي سياسي معناها دخلنا على موضوع الواقع ما عم بنحكي خطط يعني واحلام وآمال انه ممكن تتحقق او ممكن ما تتحقق لا دائما السياسة يعني تشتغل على الواقع وتنطلق من العمل الدولي نفسه سياسي او اي وحدة سياسية فيها طبعا الاتصال عنصر اساسي في عمل السياسي وفي عمل الحكومة وكل قادة السياسيين وبتم التحكم في اي معلومات من خلال عملية الاتصال من خلال مرات التصريحات طبعا ممكن مين اللي الشخص المتصل ممكن يكون كل من يوجه خطاب سياسي ممكن الشخص اللي بيشتغل في وزارة الخارجية ممكن المسؤولين اللي هني مين بيكونوا عادة بأي وزارة اللي هني بيكونوا هو فقط الوزير اللي تحت الوزير يعني أمين عام فما دون هدولا بيكونوا اللي هو الشخص التاني ومن أقل منه في الرتبة هدولا بيكونوا بيشتغلوا فني ما بيشتغلوا اتصال سياسي اذا اشتغلوا اتصال سياسي بيكون هذا الاشي خطأ مش مطلوب منهم فقط الوزير اللي بيكون له هاي الصلاحية والسلطة هلأ عشان هيك منقول انه تعيين الوزير هو تعيين سياسي طبعا موضوع الخطابات السياسيين لما بلقي كلمة بلقي خطاب او اللي بيصير في البرلمان مثلا مجلس الامة والنواب كمان هذا يعتبر خطاب سياسي حتى لو انه تدخل في شؤون البلد او في الشؤون المحلية والشؤون الخاصة اللي بتتعلق بالصحة والتعليم وإلى آخره حسب اللي جانب البرلمانية ولكن يبقى على المستوى السياسي عشان هيك بتم انتخابه انه هو يمثلك في مجلس النواب طبعا موضوع الأحزاب كمان الخطابات اللي بلقيها او بيصرح فيها المنتمين للأحزاب المختلفة كمان هو خطاب سياسي لأنه هو مؤدلج له حملة ايدولوجية له فكر معين ويعبر عنه بخطابه السياسي طبعا امتى احنا بنحكي سياسي لما بيكون فيه له أثر على الدولة يعني طالما انه بدخل مش بس بالشأن بدخل في الشأن العام واللي بيأثر على مصالح الدولة معناها دخلنا هنا في الخطاب السياسي كمان الحملات الانتخابية المناظرات السياسية اللي بتكون بين مثلا اطراف متناظرة بدها مثلا يصير في نوع من التنافس بينها زي ما شفنا مثلا الانتخابات الامريكية بين بايدن وبين ترامب المناظرات اللي صارت قبل الانتخاب هذي كانت كلياتها تعتبر يعني خطابات سياسية ايضا اللي بيشتغلوا الاعلاميين شباب موضوع التغطية الاعلامية التغطية الصحفية في الإذاعة في التلفزيون هاي كلها للأحداث السياسية هاي تعتبر اتصال سياسي عشان هيك هو جدا خطير ويعني يتم التدريب عليه هلأ في اتصال بنسميه دولي وفي يعني بين دولي وأخرى بنسميه عبر الحدود يعني بمعنى بين الدول المختلفة بين الأمم مثل اللي بيصير بالأمم المتحدة على سبيل المثال لما بيصير في مؤتمر وكل الدول بتكون إلها صوت وممثلة في هذا المؤتمر هلأ فاقن كمان بيحكي إنه في مؤسسات يعني كثيرة تستخدم الاتصال السياسي هلأ من أهم هاي المنظمات أو المؤسسات السياسية اللي بتستخدم الاتصال السياسي نتذكر هي المنظمات اللي قلناها قبل شوي مثل الأحزاب والاتحادات والنقابات والمؤسسات البيروقراطية المقصود في البيروقراطية اللي فيها ترتيب تسلسلي يعني بمعنى تنظيم إداري مثل ما بيصير في الوزرات هذه عادة بيكون يعني ترتبط المنظمات في عملها مع النخبة مرات ما دون النخبة يعني بمعنى الجهة الرسمية الممثلة المسؤولة وما دون ذلك طبعا اللي انتو بتشوفوه كمان في وسائل الإعلام مثل ما هو أمامكم في هالصورة في أي تعبير عن أي يعني وجهة نظر الوسائل الإعلام تدخلها في نقل ما ينقل منها على الشبكات الاتصال سواء بتحكي على المستوى الشخصي أو على المستوى المؤسسي هنا القنوات الخاصة اللي بتعبر عن اللي عم بيصير مثلا في واقع على الأرض مثلا مرات الثورات مرات الاعتصامات الإضرابات أو مثلا مطالبة بالحقوق هاي كلها تتعبر عن جانب سياسي هلا هذا الشق السياسي الشق الآخر اللي هو الشق التنظيمي الشق التنظيمي احنا هنا منحكي عن اتصال شكل آخر من أشكال الاتصال ولكن لا يأخذ طابع سياسي فاتصال التنظيمي زي ما انتو شايفين هو اتصال بتم في مؤسسة وهذا في هذه المؤسسة فيه له خصائص معينة وبتم طبعا داخل المنظمة على أساس قوانين و مصالح يعني المؤسسة نفسها وطبعا بيكون معني فيه جزء كتير مهم اللي هو موضوع المعلومات اللي هي مشتركة بين هاي الجماعة اللي بتعمل داخل هاي المؤسسة في إطار معين وهنا بتكون المصلحة مش للدولة تكون هنا المصلحة للمنظمة نفسها فهي شبيهة في الموضوع السياسي ولكن المصالح بتكون يعني في إطار المنظمة نفسها هلا احنا منقول انه في الاتصال التنظيمي في عندي كمان ما منقول انه ما فيش إلا شكل رسمي لا ممكن يكون في عندي ودائما بيكون في عندي اتصال بين الأشخاص مثل مواجهات أو مواجه يعني بمعنى face to face زي ما انتو شايفين بالميتينج هون بتصير هادي كلها بتكون لخدمة العمل المؤسسي أو المنظمة وبعرف جون بيرد الوسائل المستخدمة في الاتصال التنظيمي بانها لها اشكال مختلفة بتركز على انها بالدرجة تحصل على معلومات وهاي هي المعلومات اللي هي تعتبر المدخل الرئيسي في الاتصال الخارجي وهاي اهم اشكالها ممكن يكون اتصال شخصي بين اطراف اشخاص ممكن تكون على شكل ندوة مثلا بتم يعني تحقيقها حتى يعني تنفذ أو تطلع ب خلنقول الافاق اللي بتعبر عنها المؤسسة ممكن يشكلوا لجان committees technical committees لجان استشارية وهاي اللي جان بتم بينها الاتصال الداخلي الممكن يكون الاستخدام البريد البريد بنقر رسائل كمان هو الامبوكس مثلا والاوتلوك يكون هذي وسيدة للتواصل ممكن التقارير اللي بيكتبوها الموظفين تقارير ميدانية ايش عم بيصير في العمل هذي كمان اتصال تحليل ما تقول وسائل الاعلام اذا كان مثلا في جهة عادة في المؤسسات بيكون في شباب جهة اعلامية هي معنية في انها توصل يعني صوت المؤسسة للمجتمع او انها تنقل ما يجري في المجتمع وما يعنيها ويؤثر عليها كمؤسسة الى الداخل فهذا اللي هي زي خدمة الجمهور او العلاقات العامة في اي مؤسسة طبعا ممكن ايضا الدراسات المسحية يعني في جهة طبعا في البريد الالكتروني طبعا انترنت وما يقوم به من يعني ايصار رسائل والدراسات حتى المسحية يعني بمعنى بكل مؤسسة بيكون في جهة بتعمل على التطوير التنمية وتطوير بتكون بتشتغل على دراسات كمان هذي نوع من انه احنا قلنا في التعريف الاتصال اذا بتذكروا شباب انك عم تنقل معلومة او عم تنقل بتركز على قيم واخلاقيات او سلوك ممكن على مشاعر فهونا منركز على المعلومات في الدراسات المسحية هلا انتو شايفين كمان من الوسائل المستخدمة اللي هي الاتصال قلنا فيه المؤسسات اتصال مواجهة يعني موجاهي face to face ممكن بالاتصال بالتليفون ممكن صوت من دون صورة ممكن صوت صورة البرقية زمان كان فيه تركيز على التالكس والفاكس اكتر هلا الرسائل الالكترونية بشكل اكبر حسب كمان درجة سريتها موضوع الاشاعة بالمناسبة شباب هو شكل من اشكال الاتصال يعني لما جهة بتنشر الاشاعة هي عبارة عن رسالة تلقيها في جهة عند جهة اخرى وبتستنى انها توصل حالة من البلبلة او حالة من الذعر حسب حسب او التشتيت حسب حدف المطلقين هاي الاشاعة البريد الالكتروني اذن زي ما قلنا قبل شوي اذن هذا هو شكل من اشكال الاتصال المهني اللي قلنا قبل شوي اللي هو بركز عادة على الاتصال الانمائي شباب مختلفة انتو بتعرفوا في التنمية احنا ممكن ناخد جوانب مختلفة ممكن ناخد الجانب الصحي التعليمي الزراعي البيئي اللي هي التكنيكل المختلفة اللي قلنا عنها فلو اجينا ناخد مثال على ذلك الاتصال الصحي زي ما هو امامكم الهيلث كومينيكيشن لما بيكون في منظمة صحية او طبيب بدي يتواصل مع مرضاء هو فعليا بيشتغل بالاتصال يعني حتى هاي الوظيفة اللي ناخدها نفتتها نشوف نفتتها نشوف هلأ شو عم بيسير في الوضع الصحي منقول اول اشي فيه تشخيص عملية تشخيص انه بيجمعوا البيانات وبيقرروا بناء على هاي المشكلة كيف ممكن يحلوها سواء بنحكي عن مستوى مثلا وزارة الصحة او اذا بنحكي طبعا موضوع التعاون اللي هو ما بتم كاتصال الا بعد ما يصير فيه نوع من يعني تعاون ما بينه وبين الجهات المعنية في الصحة وزارة الصحة وايضا المريض والاشخاص اللي امامه موضوع الاستشارة اللي هو بتم بالاتصال بالصحي بمعنى انه هو لما بتيجي انت بتستشير طبيب يقدم لك نصيحة معينة هذي كليات ها نوع من الاتصال شباب بس تستنوني شوي لا اخلص خليه ميوت اللي عامل هذي يعمل ميوت بليز التعليم كمان انه لما بيجي بيقولك بيعطيك نصيحة وبقولك نسلا ادخل على المعلومات في هذا الموقع حتى تعرف مثلا ايش لازم تعمل هذي كلياتها عبارة عن خلينا نقول نوع أو شكل من اشكال الشباب بليز نعمل ميوت شباب بليز طيب ايضا في عندي الاتصال الممكن يكون interactive health communication اللي هو بيكون اتصال صحي تفاعلي زي ما عم بيصير هلأ بينه وبين وزارة الصحة اتصال الجماهيري هنحكي عن اتصال الجماهيري بفصل مختلف يعني منفصل مستقل ولكن هون فعليا انه مثلا لما بيبعتوا لكم مسج على التليفون شباب وبطلبوا منكم انكم طعتوا رقمكم الوطني حتى تسجل لمطعوم بيروس كورونا مثلا هذا نوع من الاتصال interactive health communication او بطلبوا منكم رأيكم بدراسة يعني بيصيروا ياخدوا منكم زي استبانة مثلا كتير ايجانا مثلا استبانات بيسألونا عن شو رأينا مثلا في الاوضاع اللي عم بتصير بالنسبة للكورونا بيعطيك اسئلة معين وانت بتجاوب عليها بتكون online هذي مثلا interactive بناءا عليها بناءا على التطبيقات الاتصال الصحي التفاعلي اللي هي بتفيدهم كتير في المواقع الصحية اللي بتكون منشورة عادة على الhealth websites مرات بيكون فيه تطبيقات على اقراص مدمجة يعني بمعنى بتفتح ال cd rom بتنزله بتعمله download بتستخدم الapplications تبعتها ممكن يكون تحادث online chat يعني بمعنى فيه groups عم تحكي مع بعض عن طريق الانترنت زي ما احنا منا مثلا كيف عم نعمل هلأ في الدراسة عنا chat كمان ممكن يكون على المستوى الصحي ممكن نقدم معلومات ان الهدف منه هو التمكين من اتخاذ قرار مناسب ونشجع على خنقول تجريع السلوك الصحي وعلى الرعاية الصحية المناسبة وتقديم الخدمات الصحية هلأ هذا المجال اللي اتلكم يا مثال اللي هو الصحي ممكن يكون في مجالات اخرى مثل الاتصال العلمي اللي هي انتبرها scientific communication بتقول انه الهدف العام من الاتصال هو انتاج معرفة هاي هي النقطة المهمة اذا الهدف من العام من الاتصال اني اوصل لمعرفة طبعا المعرفة هي الابسط ايش بعدين بدخل على المشاعر والقيم والاخلاقيات وهي الامور الاخرى وطبعا في نماذج مختلفة ممكن اركز عليها في تحديد مشكلة الاتصال العلمي هي بتاخد بالدرجة الاولى تلتة مجالات نمو وحجم المعلومة نفسها التداخل بين حقول العلوم المختلفة والفنية منها وموضوع الحقول المعرفية المختلفة كيف انه عم تداخل وعم بتأثر على الاخرى وبالتالي اي معلومة في مجال بتأثر على معلومة على مجال اخر وهكذا هلأ كومتون قال انه حتى نحل مشكلة الاتصال العلمي لابد انه نركز على انه نعلم نفكر في المشكلة المشكلة هي هون انه نركز كيف نفهم كيف بتم عملية اكتساب المعلومة كيف نقدر ننشر هاي المعلومات كيف نقدر نطبق التطبيقات هاي أو نستخدمها او انه نتعرف على فائدة هاي الانظمة وخدماتها ونفهم طبيعة التحسينات شو منقدر نعمل عليها شو منقدر شو اهم الطرق اللي ممكن نعملها حتى نحسن من الاتصال العلمي هذا اللي بيصير عادة في البحوث شباب في البحوث العلمي احنا مثلا الاسادة أو الدكاترة اللي فيه مأي مجال بالدكية بكرة انت اذا بتحول بتكمل دراستك هذا هو انماع البحوث اللي بتتم بشكل الاتصال العلمي ممكن انك تحاول تاخد المعلومات ممكن تحاول تقيم المعلومات او انه تشوف ايش يعني عندك هالمعلومات ولكن تشوف المهارات اللي ممكن تطورها حتى تستفيد من وظائف المعلومات المختلفة وتنقل اثرها على الاداء يعني في يعني هذا المجال العملي طبعا هذي بعض المراجع انكم تطلعوا عليها اذا حبيتوا اكتر في مجال الدراسة احنا هيك منكون خلصنا الاتصال السياسي والتنظيمي والعلمي والمرة القادمة بدنا ننتقل لموضوع اخر نتحدث عن اشكال اخرى من اشكال الاتصال وبيدي اوقف هون شباب حتى يعني اسمع اذا في اي سؤال